موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سندرس اليوم المحاضرة الخامسة والعشرين من امتحان طوبيك واحد وسندرس في هذه المحاضرة أولا سنتعلم في الاستماع كيف نجيب على بعض التعبير باللغة الكورية مثل تهالمغو سميدا وانيونهي كايسيو وغيرها من التعبير وثانيا سنتعلم كيف نستخدم صيغة يبدو أنه مثلا هذا بالنسبة للإستماع أما بالنسبة للقراءة فسندرس في القراءة الكي سندرس أولا كيف نستخدم الأفعال الخاصة التالية مثل كريم كريدا وصاجين تيكتا وكريسدا وغيرها من الأفعال أما بالنسبة للموضوع الثاني سنستخدم صيغة عندي تجربة فيه مثل إن جوجي إتا أو إن جوجي أبتا ليس عندي تجربة وأخيرا سنستخدم صيغة يبدو مع صفة مثل همدرو بو إذا يبدو أنك تعبان مثلا أو فيغني بو إذا يبدو أنك مرحق وغيرها من الكلمات إذن هذا كل ما سندرسه اليوم في محادرتنا لنبدأ أولا مع المثال بو كي بو كي 안녕히 계세요 بو كي 안녕히 계세요 الكلمات المذكورة في هذا السؤال والقواعد أولا هي ليست قواعد ولكن هي مصطلحات وهذه المصطلحات لها رد معين باللغة الكورية أولا المصطلح الأول يستخدمها الشخص الجالس في المكان يعني مثلا أنا سأجلس هنا وسأبقى في هذا المكان إذن أنا يجب أن أقول للشخص المغادر يعني مع السلامة بالعكس الشخص الذي سيغادر يجب أن يقول يعني مع السلامة أو ابقى بخير وسلام أما بالنسبة لثلاثة فلدينا كلمة أهلا وسهلا يستخدمها عادة أصحاب المحلات في كوريا بالانتقال إلى الأمثلة أولا أهلا وسهلا أهلا وسهلا السلام عليكم أو مرحبا هل عندك الدجاج نعم الجملة الثانية هل يمكن أن أدخل نعم تفضل الجملة الثالثة مع السلامة نعم مع السلامة إذن هذا بالنسبة للأمثلة إذن بالنسبة للعودة للخيارات السؤال أولا السؤال كان مع السلامة الإجابة طبعا يجب أن تكون مع السلامة أيضا الخيارات الأخرى قبل قليل درسنا فرصة سعيدة وأنا سعيد لأنني مثلا قابلتك أو إلى آخره ثانيا يعيش حياة جيدة وهو بخير شخص بخير فرصة سعيدة أو أهلا وسهلا ونستخدمها عندما نقابل شخص للمرة الأولى فقط يعني الآن هي أول مرة قابلته نستخدم هذه الجملة الكلمات المذكورة في هذا السؤال جيدا مقطة أكلة سعيد أو تشرفة يمضي وقت أو يستمتع بالوقت الأمثلة المذكورة على هذا السؤال كيف حالك أو هل أنت بخير نعم أنا بخير إذن هذه إجابة هذا السؤال دائما المثال الثاني شكرا على الطعام أو سأكله جيدا لو أردنا أن نترجمها باللغة العربية والإجابة دائما تكون يعني صحتين أو مثلا بالهناء والشفاء الجملة الثالثة السلام عليكم لقد مر وقت طويل على عدم لقائنا السلام عليكم نعم لقد مر وقت طويل إذن هذه إجابة السؤال على كلمة بالعودة لسؤالنا السؤال كان فيه فرصة سعيدة إذن الإجابة هي 만나서 반갑습니다 سعيدون بمقابلاتي إذن الإجابة صحيحة هي رقم 4 4번 정답 4번 6번 여기 앉으세요 ننتقل الآن إلى رقم 6 أيضا سنختار الكلمة أو الجملة المناسبة والرد المناسب رقم 6 يوك بان يوكي أنجي سيو يوكي أنجي سيو القواعد المذكورة في السؤال أولا سي يو نستخدمها للأمر ولكن بصيغة احترامية تريد أن تتكلم مع أحد مثلا أكبر منك أو لا تعرفه يجب أن تستخدم صيغة الأمر الاحترامية وهي سيو وثانيا كروتا كذلك والصيغة الاحترامية كروسميدا نعم هذا صحيح أو هذا هو كذلك نستخدم كروتا كريو كروسميدا الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا أنت يجلس يوكي هنا وكمابسميدا شكرا وهانيونغا منيدا أهلا وسهلا شكاميدا مبروك وكروسميدا هو كذلك أو هذا صحيح نقرأ معا الأمثلة وندرسها أولا ياكسوكي إيجو اليوم عندك موعد ليس كذلك كروسميدا نعم هذا صحيح إثنان 저는 تاوم دال كورنيو سأتزوجو الشهر المقبل جو ماليو حقا شكاميدا مبروك ثلاثا أنيونغا سيو إراكي سواسميدا السلام عليكم أنا من العراق حانيونغا منيدا أهلا وسهلا بالعودة للسؤال السؤال كان يوغي أنجيسيو إجلس هنا الإجابة الصحيحة أو المناسبة إثنان كروسميدا هذا صحيح خطأ ثلاثا حانيونغا منيدا أهلا وسهلا خطأ أربعة شكاميدا مبروك وهذه الإجابة أيضا خطأ إذا الإجابة الصحيحة هي رقم واحد كمابسميدا 정답 واحد مرة أخرى إذا نقرأ 저거 우리 가방 같은데요 제가 가지고 올게요 잠깐 기다려요 الآسئلة القواعد عقب المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا اسم 플러س 같다 يبدو أنها يبدو أنها مثلا حقيبتي أو الأخير القاعد الثانية إل게요 سأفعل شيء معين كي يو نستخدمها للنية أو الوعد للقيام بهذا الشيء نستخدم ال게요 وطبعا في المستقبل أو يعني باللغة العربية قد نترجمها إلى سأ سأفعل شيء وثلاثة تمكمن لحظة أو انتظر والكلمات المذكورة في هذا السؤال توقي هناك وتوغو ذلك وأري لنا أو نحن نستخدمها طبعا مع الاسم حقيبة باللغة العربية ضمير و حقيبة يبدو أنها كدار دا ينتظر يحضر شيء معين ندرس مع بعض الأمثلة توقي أري سنزن كتن دا تمقان إنسا ها يبدو أنها هناك أستاذتي يبدو أنها أستاذتي سأسلم عليها وأرجع لحظة يعني سأسلم عليها وأرجع السلام عليكم الحافلة التي ستذهب إلى بوسان في أي ساعة انتظر لحظة في الساعة الخامسة بالعودة بالعودة للسؤال إذا نظرنا إلى الصور المرأة تقول يبدو أنها حقيبتنا تلك يبدو أنها حقيبتنا الرجل يقول سأحضرها انتظري قليلا إذن بالنظر إلى الصور من الواضح أنها طبعا الصورة رقم واحد لأن الصورة رقم اثنان أخذ الحقيبة وانتهى الموضوع ورقم ثلاثة المكان هو ممكن قطار أو حافلة ورقم ثلاثة إذن نفس الشيء لذلك هذه الإجابات خاطئة والإجابة صحيحة إذن 정답 16번 음 편하고 좋네요 그런데 좀 짧은 것 같아요 그럼 이 바지를 한번 입어보세요 ننتقل الآن إلى رقم 16 من الإستماع 16번 편하고 좋네요 그런데 좀 짧은 것 같아요 그럼 이 바지를 한번 입어보세요 نقرأ مرة أخرى 편하고 좋네요 그런데 좀 짧은 것 같아요 그럼 이 바지를 한번 입어보세요 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا ننغو كتا يبدو أن بلاس طبعا فعل عادة نحن استخدمنا فعل أو صفة عادة استخدمنا هذه الكلمة قبل قليل مع اسم ممكن أن نقول اسم مثلا سونسن نيم كتا يبدو أنها الأستاذة الآن نستخدمها مع فعل وصفة يبنغو كتا أو تالبنغو كتا يبدو أنه قصير أو يبدو أنه جميل يستخدم الكوريون كثيرا هذه القاعدة عندما يريد أن يعبر عن الموضوع بطريقة خفيفة يعني لا يريد أن يذكر لك المشكلة أو العيب مثلا أو رأيه بطريقة قوية يريد أن يعطيك رأيه ولكن باحترام وبطريقة خفيفة لذلك يستخدم هذه القاعدة القاعدة التالية أو بودا يعني مثلا يلبس يجرب أن يأكل يجرب أن يلبس والقاعدة الثالثة وهي صيغة التعجب الكلمات المذكورة في هذا السؤال باجي بن طال و تلتا قصير و بيونادا مريح جيد كروم إذن ندرس الآن الأمثلة على هذا السؤال المكتب كبير وجيد بكم إثنان 이 치마를 한번 입어보세요 جرب أنت البس هذه الثالنور يبون جميل 그런데 좀 불편한 것 같은데요 ولكن هي ليست مريح كثيرا أو يعني يبدو أنها ليست مريح 그런데 좀 불편한 것 같은데요 يبدو أنها متعبة قليلا أو ليست مريح إذن هذا بالنسبة للأمثلة وبالعودة للسؤال الرجل يقول هذا البنطال مريح وجيد كرون دي ولكن جم جلب وغطا ولكن أعتقد أنه قصير قليلا المرأة تقول كروم يبها جير هم بون يبوب سي إذن ارتدي هذا البنطال أو جرب هذا البنطال إذن الرجل الآن الموقف أن الرجل يشاهد البنطال أمام المرأة وهو لبسه وبالنسبة له هو قصير قليلا إذن الصورة التي يتظهر فيها المرأة ويقول الرجل فيها أن البنطال قصير هي رقم إثنان إذن الإجابة صحيحة إثنان ننتقل الآن إلى القراءة في القراءة سندرس كيف نجيب على الأسئلة المذكورة في القراءة وسنبدأ مع رقم تسعة واربعين 49번 ننتقل الآن قبل أن نقرأ السؤال ننتقل إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا قاعدة تاجو بلاس اسم عفوا تاجو بلاس فعل تاجو هدا تاجو مكدا يأكل غالبا أو كثيرا أو عادة ثانيا ميون اس فعل بلاس ميون إذا وثالثا ميونسو موها ميونسو أثناء فعله شيء معين أثناء تجواله يفعل شيء معين والقاعدة التالية نا أو إينا وهي نستخدمها معناها أو ونستخدمها عادة مع الإسم القاعدة التالية همبون كوشبت همبون موكوشبت همبون كوشبت أريد أن أجرب أن أذهب أو أن أأكل أو إلى آخره القاعدة الأخيرة هي كيف نستخدم الأفعال معينة مع كلمات معينة أسماء معينة مثل كريم كريدا يرسم لوحة أو صورة سادي تيكدا يلتقط صورة يبصر سادا يشتري بطاقة بريدية أو يرسل بطاقة بريدية و يكتب نصا أو يكتب جملة الكلمات المذكورة في هذا السؤال هون أخون كبير كريم لوحة كريدا يرسم يوهن رحلة تاجو عادة و تيكدا يصور و يبصر بطاقة بريدية كل نص و عارم دبطة جميل الآن ندرس الأمثلة على هذه القواعد أولا 저는 운동을 좋아해서 جا주 هم니다 أنا أحب الرياضة و لذلك أقوم بها غالبا أو كثيرا 책이나 신문 을 공부하면 한국어를 잘할 수 있어요 إذا درست الكتب أو الجرائد كتب أو جرائد 책이나 신문 سأتتكلم اللغة الكريا جيدا 새로운 언어를 한번 배우고 شب أريد أن أتعلم لغة جديدة 한번 배우고 شب أترجمة الحرفية هي أنني أريد أن أتعلم لغة مرة واحدة 한번 ولكن الكوريون يستخدمون هذا المصطلح فقط بمعنى أنك تريد أن تجرب شيئا جديدا أختي تحب الرسم تحب رسم اللوحات كريم كرين لجعل هذه الكلمة أو الفعل اسم بترجمة السؤال يسافر أخي الكبير بمفردي كثيرا إذا رأى منظرا جميلا أثناء السفر يرسمه ويعطي هذه الرسومات للأسرة والأصدقاء كل ما يرسمه أخي جميل أعطاني أخي اليوم رسمة جميلة أريد أنا أيضا أن أذهب إلى ذلك المكان بالعودة للسؤال نقرأ الجملة فقط الجملة التي تحتوي على السؤال سؤال رقم 49 49 المحتوى التالي للنص المحتوى التالي هو إذن الأخ يرسم إذن الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي رقم ثلاثة كريم الكريم وبالانتقال إلى رقم خمسين سنختار الإجابة الصحيحة أو الجملة التي تتوافق مع محتوى السؤال أخي يذهب عارة مع الأسرة وهذا خطأ لأنه قال أنه يذهب مفرده والإجابة الصحيحة هي رقم ثلاثة 정답 إذنان 저는 오늘 형에게 선물을 받았습니다 الآن ننتقل إلى رقم ثلاثة وخمسين من القراء 53번 지난 주말에 친구들과 같이 야구장에 갔습니다 집에서 텔레비전으로 야구를 본 적은 많았지만 야구장에 가는 것은 처음이었습니다 그것에는 사람들이 정말 많았습니다 우리는 경기를 보면서 치킨도 먹고 함께 노래도 불렀습니다 텔레비전으로 경기를 보는 것보다 فرق 더 재밌었습니다 بالعودة أو بالانتقال العفوان إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا قاعدة د 과 ك بلاس فعل يفعل شيء مع مجموعة أو مع أشخاص ثانيا عندي تجربة في عمل شيء معين أو عندي تجارب كثيرة من أو ليس عندي تجربة ثالثا فعل شيء معين هو أول مرة أنا أقوم بها أول مرة أول مرة للقيام بهذا العمل عمل هذا الشيء مقارنة بعمل هذا الشيء أفضل أو أكثر أو أكبر صغة مقارنة لا يوجد كثيرا لا يستطيع أن يعني هذه الجملة أو هذا المصطلح بلاس فعل لا أستطيع أن أكل لا أستطيع أن أنام إلى آخره الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا لدينا كلمة ياكو ياكو البايسبول عفوا وياكو جان ملعب البايسبول تليبيجون تلفزيون كونجي مبارا تيكين دجاج مقلي نوري أغنية وبردا يغني أغنية الآن سندرس أمثلة على هذه القواعد المثال الأول أريد أن أذهب في رحلة مع أصدقائي ثانيا يوري هاقون تانيون يوري هاقون يوري هاقون ممتع أكثر من مشاهدتها على التلفاز صيغة المقارنة وبالعودة للسؤال تفسير السؤال أو ترجمة السؤال عفوا ذهبت مع أصدقائي العطلة الماضية إلى ملعب البيسبول عندي تجربة كثيرة لمشاهدة البيسبول على التلفاز لكن هذه أول مرة أذهب إلى الملعب مباشرة كان هناك الكثير من الناس في ذلك المكان أكلنا الدجاج المقلي ونحن نشاهد المباراة وغنينا معا مشاهدة المباراة في الملعب ممتعة أكثر من مشاهدتها على التلفاز وبالعودة إلى السؤال رقم 53 وشيب سانبون يجب أن نختار الجملة الصحيحة التي يجب أن تدخل في كيو إذا نظرنا إلى السؤال هو قال أنه ذهب إلى ملعب البيسبول إذن مشاهدة المباراة في الملعب هي ممتعة أكثر من التلفزيون إذن الإجابة الصحيحة كما تشاهدون دعوني أقرأ لكم الإجابات النوم في الإجازة القيام بالمباراة الذهاب إلى بيت صديقي وأربعة مشاهدة المباراة في ملعب البيسبول مباشرة أو شخصيا الموضوع كله يتحدث طبعا عن مشاهدة المباراة في ملعب البيسبول إذن الإجابة الصحيحة هي رقم أربعة إذن تونغ داب أربعة أما بالنسبة لرقم 54 ساشيب أوشيب سابون رقم 54 سنختار الجملة الصحيحة التي تناسب النص الجملة الأولى أول مرة أذهب فيها إلى ملعب البيسبول ثلاثة كيونجيربون هوي تيكن المغرغ سميدا بعد مشاهدة المباراة ذهبنا لأكل الدجاج المقلي وهذا خطأ لأنه قال أنه أكلت الدجاج وأنا أشاهد ورقم أربعة لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين حضروا لمشاهدة المباراة خطأ أيضا إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد هذه أول مرة لي في ملعب البيسبول ننتقل الآن إلى رقم 55 من القراءة 55번 بالانتقال إلى قواعد هذا السؤال أولا لدينا قاعدة يبدو أنه طبعا صفة ثانيا كو بلاس اسم بلاس دو بلاس فعل يعني فعلت هذا وهذا أيضا وسنشرح لكم بعد قديل في مثال ثلاثة اي جي أو هانت كاكاي او دا كاكاي او دي أنت لا يقترب من أو يقترب من القاعدة التالية ننغو سلتوا هادا يحب فعل شيء معين أو شيرو هادا لا يحب يقول بلاس دا يدهن دواء وعادة أن نستخدم بلاس دا يدهن لي ونستخدمها طبعا مع الدواء الدواء الذي يدهن يعني مرهم أو كريم أو إلى آخره تي ناكي تي ندا يقترب من أو يعني يصبح صديق حميم الكلمات المذكورة في النص كوياني قطة تاتشدا جريحة أو أصيبة تي جنادا يخرج من العمل كاكاي بالقرب من ودا يقترب ياك أو ودا يأتي ويقترب ياك دواء بلاجو دا يدهنو لي تيريو دا أخذا أو أحضر أحضر إروبوري دا أضاعة و تي ناكه بشكل قريب أو بشكل مقرب نقرأ إلى أمثلة جنوشي 괜찮아요 피곤해 보이는데요 هل أنت بخير يا سيد جنو يبدو أنك تعبان أو تبدو تعبان الجملة الثانية عندما نخرج في عشاء العمل أولا نغني وثانيا نأكل الطعام آ기가 نامو 무서워서 저에게 가까ي 오지 آنا آنا الطيFLU خافothing seem to smoke وذلك لم يقترب MY أبضا 저는 먹는 systematic أشعر وحب الasan تحيات ثقر علا من أم أشعر andom أجOU أحضرت علي أص Cathy اصطع أصطع 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 الأخ cena بكرة القدم. وبترجمة السؤال اسم قطة بيتنا هو ميمي قابلتها في الطريق عندما كنت عائدا من العمل قبل ستة شهور بدت ميمي متعبة لأن قدمها كانت مصابة أو مجروحة وبدت جوعانة أيضا أحضرت ميمي إلى البيت وأطعمتها وذهنت لها الدواء. في البداية لم تقترب ميمي مني ولكن الآن تحب البقاء معي. العودة للسؤال رقم خمسة وخمسين نختار الكلمة التي يجب أن تدخل في كيو. والجملة هي لم تقترب ميمي مني في البداية ولكن الآن إذن الإجابة يجب أن تكون تقتربوا مني الإجابة رقم واحد تأكلوا الطعام جيدا حصلت على اسم جديد ثلاثة ذهبت إلى البيت وأربعة جوا 있는 것을 جواهم تحب أن تبقى معي إذن الإجابة الوانطقية هي رقم أربعة نختار الجملة الصحيحة واحد وأصبحت علاقتني بها قريبة من البداية وهذا خطأ لأنه قال في البداية كانت لا تقتربوا مني إذن الإجابة الصحيحة هي رقم واحد ساعدت القطة المجروحة أو المصابة إذن هذا كل ما لدينا بالنسبة للقراءة والاستماع لهذا اليوم والآن سألخص لكم ماذا درسنا في هذا اليوم أولا درسنا كيف نجيب على بعض التعابير باللغة الكورية تعابير بسيطة مثل التحية وغيرها مثلا تالبو كيسم نيدا وتوم بو كيسم نيدا وغيرها من المصطلحات وثانيا درسنا كيف نستخدم صيغة يبدو أن مثل مثلا في اسم بلس هذا أيضا هذه طريقة استخدام قائرة يبدو أن وثانيا في القراءة في الكي درسنا أولا كيف نستخدم الأفعال الخاصة مثل سادي نلتكتا ومثلا كريم الكريدا وكريسدا وغيرها من الأفعال وثانيا درسنا كيف نستخدم صيغة عندي تجربة مثل هيبون جوكيتا أو أوبتا أو منتا وثالثا استخدمنا صيغة يبدو بلس صفة مثل مثلا همدرو بويدا أو بيغوني بويدا وغيرها من الصفات والكلمات بالانتقال الآن إلى كلمات القراءة الرئيسية درسنا كلمات مثل عرمدبتا جميل وياقو بيسبول وكريم رسمة أو لوحة كيونجي مباراة وتريوودا أحدرة يروبوريدا أضاعة وتيناكي بحميمية أو بقرب وياقو جانج ملعب البيسبول وتتشيدا يصاب أو يجرح كقايي بالقرب من إذن هذا كل شيء بالنسبة لمحادرة اليوم من امتحان التوبيك نتمنى لكم كل التوفيق شكرا جزيلا ومع السلامة شكرا جزيلا ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة